اشتركوا في القناة ويقين بما يجب اعتقاده وهي الإمام بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشكه هذه هي العقيدة التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيمتها وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبرين عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشكه الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الحي القيوم الحي الذي لا يموت المدبر لجميع الأمور الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يجب أن يطاع فلا يُعصى وأن يُشكر فلا يُنكَم الإيمان بانفراده بالألوهية التي بني عليه الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة عن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيث الله الحرام هذه العقيدة في الألوهية يجب على الأمة الإسلامية أن يتفقوا عليها وأن يبحثوا في جميع أقطار الدنيا هل المسلمون قد حققوا هذه أم لديهم من الشرك ما ينافيها وأول من يقوم بهذا هذه الرابطة رابطة العالم الإسلامي إن بعض الأمة الإسلامية في بلاد المسلمين تقوم بما ينافي هذه الحقيقة وهي أن لا إله إلا الله فعندهم من المشاهد وعبادة غير الله عز وجل والاستعانة بالأموات والاستغاثة بهم ما هو معلوم لمن شاهد أو سمع وهذا أمر يجب أن تتوحد الأمة على نفله وإنكاره وبيان حق في جانبه ويتضمن إيمان بالله عز وجل الإيمان إنفراده بما يختص به من الأسماء والصفات فليس كمثله شيء وهو السمع البسيط وله من الأسماء الحسنة والصفات العليا ما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعقيدة هو في هذه الناحية بالذات واضحة سليمة بينة ليس فيها قلق وليس فيها نكد وهي التي سار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدبر ما كان عليه استحاب الله عنهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته تجد أنهم في غاية الأدب مع النصور لا يتجاوزونها ولا يقصرون عنها يثبتون ما أثبت الله تعالى للنفس من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة وينفون ما نفى الله عن نفسه من الأوساط على وجه الحقيقة توحيد العمة الإسلامية على هذه القائدة وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفى ما نفى الله عن نفسه من الصفات أمر ضروري لأن هذا يتعلق بالخالق عز وجل يتعلق بالمعبود فإذا تفرقت الأمة فيه فهذا يعني أنها تفرقت في معبودها وما يسحق من الأسماء يوسفة ويجب على الجهات المسؤولة عن الأمة الإسلامية أن تحاول توحيد الأمة الإسلامية على هذا الأصل حتى لا تتفرق حتى لا تزير رضي من رأي وسخط من سخط ولا يمكن أن تتوحد أمة تختلف في معبودها جل وعلا لذلك لا أبد من الاتفاق على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالأسماء والسلام هل يمكن الأمة أن تتحد وهي تختلف في معبودها هل وبالسماء أو في الأرض هل وباء من خلقه آل عليهم أو ومختلط بهم في أماكنهم لا يمكن لأن هناك فرق لأن هناك فرقا عظيما بين من يعتقد أن معبوده جل وعلا فوق كل شيء ومن يعتقد أن معبوده في كل شيء فلا اتفاق مع هذا الاختلاق وأرى عنه ترجمة نانسي قنقر